أقرب الأصدقاء إليك ممكن يحس شوية كده بغيرة وبنفسنة لما أنت تبقى زي وحتى أخوك ممكن يحس بشوية إنما الأم تفرح لما أنت تنتصر تسعد لما أنت تعلو يعني تبصت لقيها سعيدة جدا وطيرة من الفرحة لما أنت تحقق أي النجاحات لما تتعب بتكون هي تعبانة وقلب الأم يعني قلب يعني حكاية لوحده ويمكن لما تنقلت القلوب في العصر الحديث سعرفنا قلب الأم يعني هناك بعض الأمثلة الحالات اللي اتنشرت واحدة ابنها مات في حدثة فاتنقل قلبه لقلب طفل تاني وحصل بدون ما تعرفه خالص حست بانجذب ليه وحضنته وقربته منها وحست بنفضه قالت ده قلب ابني وفعلا بعد كده عارفه إن ده هو القلب ابنها تزرع في قلب طفل آخر قلب الأم يعني يشعل بهجة ويشعل نور وقلب المرأة يعني رقيق فأنا أوصي الرجال وأوصي نفسي يعني نكون في رقة في التعامل مع الستات ترجمة نانسي قنقر